تعتبر إشغالات الطريق المخالفة وانتشارها مخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني والتي من أهمها قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم رقم 13 لسنة 1977 وتعديلاته والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة انتشرت في الأونة الأخيرة العديد من الإشغالات المخالفة مثل الكبائن والحاويات والإنشاءات غير المرخصة في الشوارع والطرقات العامة والتي تعتبر مخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني والتي من أهمها قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم رقم 13 لسنة 1977 وتعديلاته والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة فبالإضافة إلى أن هذه المخالفات تشويه الواجهة الحضرية للمناطق المختلفة في المملكة وتعتدي على الطريق العام فهي أيضا تشكل تحديا سلبيا تجاه الحركة المرورية وصعوبة تصيانة وتطوير خدمة البنية التحتية وتعيق وصلا خدمة الإسعاف والطوارئ والدفع المدني وغيرها إن الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والتنمية العمرانية وتطبيقها يعد مسؤولية مشتركة التي من أهم ركائزها الفرد والمجتمع من خلال الالتزام واحترام القوانين والتشريعات إن إشغالات الطرق العامة بصورة مخالفة تتعدى عن كونها مخالفة إنشائرية فردية حيث أنها تمس المجتمع بأكمله وتعيق الحركة وتؤثر على المنطقة بشكل عام بصورة سلبية وهو ما يعتبر تعد على الحق العام